معاكم عيد عبدالهادي مستشارك العقالي صاحب شركة ايدكل العقارات الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصارع والحزن لها تابعونا على قناتنا على اليوتيوب ايدكل العقارات أفضل لاختيارات اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من النامجكم طاحية مصر واللي بنستعرض فيه أهم الشخصيات في مجال الفن والسياسة والاقتصاد والأدب والنهاردة بنستكمل حلقاتنا مع المهندس عيد عبدالهادي مستشارك العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة ايدكل للعقارات ونهارنا باش مهندس اهلا باش مهندس عيد كنا عايزين نتكلم النهاردة في سلسلة حلقاتنا عن مدينة ستة اكتوبر وأنشطتها وكده كنا عايزين نتكلم النهاردة عن مشروع تسليم أراضي بيت الوطن تمام اللي هو في ستة اكتوبر تمام هو عمتا احنا عندنا حاليا دلوقت الحي التاسع تمام ده بيستل تمام يعني تحت الاستلام بيبقى الاستلام كل يوم اتنين تمام وفي نفس الوقت بيبقى في كذا منطقة تانية جدوى لا ينزل خلال الأيام التانية لأنه هم كده بدأوا يسلبوا أراضي العاملين بالخادر طب يعني أهم المناطق اللي فيها التسليم دي فيه هو طبعا معروف الحي التاسع ده خلف الحصن تمام ده فيه منطقتين منطقة أرض وتقفلات ومنطقة عمرات تمام ففي المنطقة دي المباني متوسطة 50% طب هل فيه مناطق خارج ستة اكتوبر في التسليم أراضي بيت الوطن؟ خارج المدينة نفسها؟ لا هو فيه على مستوى المدن الجديدة كلها بس أنا يعني شغلي داخل مدينة ستة اكتوبر داخل مدينة ستة اكتوبر بس آه أنت حضرت جبتنا جدول يعني فيه مناطق التسليم والتاريخ وجده آه تمام دي المنطقة الجدول معنا على الشاشة حضرتك الشهر؟ آه تمام دي منطقة اسمها التكملية الخامسة بيت الوطن تمام المنطقة دي المباني متوسطة على 50% هتسلم يبدأ الجدول كل يوم 15 قطعة من يوم 15 اثنين تمام هو التليفون اللي على الشاشة ده تليفون شركة اتكو العقل بتاع حضراتك عشان لحب يحب يستفصل على الجدول يتصل على التليفون ده آه على التليفون نبعط له الجدول الجدول عمتا بتاعت التسليم بنبعطها لهم على الوطن تمام يعني في بداية اللي هي بيت الوطن ناحية الزايد آه دي خلاص فيها مباني واشتغلت هو بيبقى متوسط بدأوا من 4000 تمام آه المتر 4 و 600 فيها آه طبعا هو احنا بنتكلم بالمعادلة بالمصري بالمصري هو بيبقى اساسا الحجز من بره مصري بالدولار تمام آه بعد كده فيه المنطقة اللي هي أعلى تميز بقى اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي الحتة يسا دي نزلوا منها جزئين والجزئين قصاد بعض في نفس المكان تمام آه أرض و 3 و 5 طبعا أرض و 5 دي أعلى حاجة ايه نزلت آه لبيت الوطن بتبني على 50% والدور على شقةين تب بالنسبة للمستثمرين يعني الناس المصريين في الخارج هيقتين بالتعامل ازاي مع موضوع بيت الوطن ده ما هم عاملين المشروع ده هل بيبقى التقديم بالدولار ولا بالمصري لا هو أولا التقديم من بره مصري بالدولار بالدولار هم عاملين الخدمة دي اللي عاملين بره مصري على أساس الاستثمارات اللي عاوز يستثمر تبقى ايه أهم المناطق المتاحة يعني أهم المناطق المتاحة للاستثمر بيت الوطن يعني أهم المناطق المتاحة اللي عاملين في الخارج هو حاليا دلوقتي آخر حاجة نزلت اللي هي الحي التاسع الحي التاسع آه حاليا تمام عندنا اكتوبر خلاص القديمة ما فيهاش اراضي كل الشغل الوقت في اكتوبر الجديد اه كل الاراضي اللي موجودة معدودين يعني انا مثلا عندنا التوسعات الشمالية خلاص دي ارض مستلمة من 2014-2013 كل المرافع اشتغلت والناس سكنت الاراضي اللي موجودة فيها معدودة يعني ما تتفيش استثمار بعد كده في ناحية حدايا اكتوبر اللي هي جنب جنب الزواج اسمها المحصول الفوا به وعلى فكرة فكرتنا يا سوز عصام بالمشكلة بتاعت الفوا به في حد ناس اتواصلت معايا من نهاية المجتمعات بالفعل بيكلمني بيقول لي احنا متابعين المشكلة وكلة الوزارة يعني فيه اتمام يا فندم بالحلقات البرنامج يعني المسئولين بدأت واصلوا مع حضرتك استجيبوا للشهد المواطنين الكلام ده فيه طب احنا بسم الله ما شاء الله انجاز كبير المواصلين بدأت واصلوا مع حضرتك يعني حلوا المشكلات نشكرهم يعني راجل مفاضل وراجل محترم ممكن حكرة يعني نذكر اسمه ولا دا هو راجل محترم او موقع الوظيفة طيب عشان برضو هو يعني هو في هيئة المجتمعات المجتمعات متابع المشكلة وعلى شل قطع برضو هناك في الف يعني هو سمح حلقة البرنامج وتفاعل معها واتصف واحد بحل المشكلة انا بقول له يعني انت شفت اللي كل الحلقة كلنا شفناها في هاية المجتمعات تمام واحنا دلوقتي وكيلة الوزارة في العاصمة تمام في شغل في العاصمة الادارية في العاصمة الادارية تمام خلال طبع الكلام دا كان من ساعة الحلقة من 15 يوم تمام خلال شهر هترجع وهنحل مشكلة المحصورة لان فعلا فعلا فيه شكاو تانية دي بوشرة بقى من البرنامج من هنا للسادة المواطنين في منطقة المحصورة ان الحكومة استجابت او تحديد هيئة المجتمعات العمرانية واتحل مشكلاتهم قرية ايوة بس هو يعني التعليمات اللي هو دلوقتي يعني وكيلة الوزارة هترجع من العاصمة تمام عاصمة الادارية تمام خلال شهر اللي يقدم على الكهرباء الايام اللي جاية وفعلا يعني حتى هو قال فعلا فيه مشاكل تاني فيه مشاكل تاني يعني فيه ناس بس جارة يا فندم جارة باش مهندس اتغلب عليها يعني فيه مشاكل أوريدي مفيش مشكلة بس جارة اتغلب عليها احنا جبنا يعني علشان خطر الكلام يبقى واقعي احنا جبنا فيديو على عرض الواقع بالفعل المنتقل ورا ما فعش لسه تحدي ركب كهرباء تمام بس دي بادرة كويسة باش مهندس ان مسئول استجاب يعني مسئول استجاب وتواصل مع حضرتك بعد حلقات البرنامج معنى زيك ان الحكومة بتبقى جهزة للرد ما هو ايه احنا بنحاول بقدر امكان يبقى فيه تواصل بين المواطن وبين الجهاز تمام هو الجهاز بيدخل الكهرباء والحاجات دي يما مثلا حوالي اتنين تلاتة يخشوا يعملوا وجاية ويقدموا عن الكهرباء تمام بيبقى الموضوع مثلا ايه مش واحد بس في الشارع بيبقوا اتنين او تلاتة يشطبوا ودخلولهم الكهرباء تمام ولو فيه اي مشكلة بتتحل هم هم عندهم سرعة استجابة في الجهاز تقريبا في جهاز مدينة ستة اكتوبر في سرعة استجابة عالية هداية اكتوبر هو جهاز بيهاش من الاتنين حداية اكتوبر وستة اكتوبر ما هو خلاص كده دلوقتي جهاز حداية اكتوبر هو اللي ماسك هي المنطقة اللي هنا تمام طب عزينا نعرف ايه اهم الفرص الاستثمارية في مدينة ستة اكتوبر والله هو لسه انا كنت بقول لحضرتك دلوقتي احنا ما بيهاش عندنا اراضي محدودة داخل المدينة تمام داخل كاردون اكتوبر الجديدة اخرنا المصانع تمام منطقة المصانع القديمة بعد كده ابدأ اكتوبر الجديدة فاحنا دخلنا لو هنتكلم مثلا على اكتوبر الجديدة اهم المناطق الاستثمارية في مدينة ستة اكتوبر الجديدة هي لسه طبعا دلوقتي طبعا 800 فدان دي اسكان اجتماعي وكلها سكنة فيها مدارس وفيها خدمات فيها كل حاجة فيه جنبها على حدايا اكتوبر الجديدة برضو احنا عاوزين فيه ناس بتشمل حدايا اكتوبر يعني مثلا المحصولة هالفو بيهديه في حدايا اكتوبر طيب المنطقة سكنة وقديمة القرعة 2018 اديه في حدايا اكتوبر بس فيه اكتوبر القديمة حدايا اكتوبر القديمة هو حدايا اكتوبر الجديدة كمان حدايا اكتوبر الجديدة يعني كل ده تابع جهاز مدينة 6 اكتوبر حدايا اكتوبر او اكتوبر الجديدة او اكتوبر الاصلية كل ده تابع جهاز مدينة 6 اكتوبر هو حضرتك جهاز مدينة 6 اكتوبر ده الرئيسي ده الرئيسي بس هم بدأوا خلاص عملوا جهاز حدايا اكتوبر بالفعل واشتغل طب هلقوا يا فندم جهاز مستقل بذاته ولا فرع من جهاز مدينة 6 أكتوبر لا هو كده لغاية دلوقتي بيحاولوا يكون مستقل بذاته تمام يعني حتى فيه فرع تاني أكتوبر الجديدة أكتوبر الجديدة تالت أكتوبر الجديدة بس طبعا الإجراءات دي بتاخد وقت بس الشغل يشغل في ناحية أرعة 2018 اللي هي حدايا أكتوبر حدايا أكتوبر أكتوبر الجديدة اللي اتنين في نفس المكان والمطار والحتة دي منطقة جديدة بس ثم فصلوا شارع بينه بس فت حضرتك يا عنا يا بشمهندس دينامو العقارات في مدينة 6 أكتوبر يعني بسم الله ما شاء الله يعني أكبر شركة في مدينة 6 أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر أكبر شركة عقارية ده بالفعل بشهادة تتساعد المشاهدين يعني كنا عايزين نعرف فيه سؤال جنة كنا عايزين نستفصل مع حضرتك عنه بالنسبة للخدمات مدينة 6 أكتوبر الجديدة أنا باتكلم فيه جامعات مدارس كليات معاهد هل فيه فعلا تخطيط لإقابة مثلا حاجة زي جامعة 6 أكتوبر كده في مدينة 6 أكتوبر الجديدة النشاط التعليمي داخل من 6 أكتوبر الجديدة أساسا فيه حلقة إن شاء الله الأيام اللي جاية هتشرح حدود مدينة 6 أكتوبر الجديدة وحدايا أكتوبر الجديدة وكمان يعني فيه 11 مشروع هيتعمل على مستوى المدينة من المشاريع القومية ومن يعني من مدارس من المشتشفيات مدينة المال والأعمال من بنوك هيتبى شاملة كل حاجة ده هتبى أحدث من أكتوبر القديدة كمان الخدمات التعليمية عشان يسكن اللي هيجيوسكن ده عايز برضو خدمات تعليمية عايز كليات عايز معاهد الخدمات التعليمية أساسا تباعد كمان مستثمرين خدتها وإحنا قبل كده اتكلمنا على أبطول كمان هاي الفلات والأصول اللي هو داخل أيو أيو داخل مدينة 6 أكتوبر الجديدة آه مدينة 6 أكتوبر الجديدة طبعا هل وصول المترو للمنطقة دي هيعمل لها برضو نشاط استثمار كبير وانا هيشجع الناسنا بالتالي ده فيه تلات آآ فيه الأطرة المقارب وفي الموناريل وفيه المترو آآ 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 طبعا ده هيربطها بكل الدنيا ده شغالين خلال التلات سنين اللي جاي تمام شواند يا سعيد احنا معنا فاصل الإعلامة نخرج ونرجع رحضاك تاني أعزائي المشاهدين مع فاصل الإعلامة ونرجع رحضاك تاني معاكم عيد عبدالهادي مستشارك العقاري صاحب شركة إدكول العقارات الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصارع والحزن لها تابعونا على قناتنا على اليوتيوب هذه كل العقارات أفضل الإختيارات أعزائي المشاهدين نرجعنا لكم بعد الفاصل ونستكمل حوارنا مع المشمهندس سعيد عبدالهادي مستشارك العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة إدكول العقارات باش مهندس كنا نتكلم عايزين نعرف أسعار بيت الوطن آآ هو طبعا إحنا هنتكلم على أساس المناطق اللي متاح فيها أراضي حالية لأن اللي هي ناحية الجامعة اللي هي ناحية الشيخ زايد دي خلاص شفت باعة الأراضي خلاص باعة تمام آآ بعد كده في الحي التاسع اللي احنا قلنا هردي وخمس تدوار تمام ده شفه برضو اتباع يعني الناس حجزت واللي باع باع والأوفرات وصلت عدت الاثنين مليون تمام يعني الأوفر المدفوع بيبع حوالي تسعين ألف دولار تسعين ألف آآ المتر طالع من الجهاز في الأرض وخمسة بعاشر تلاف جنيه عاشر تلاف جنيه أو يتحطوا وأقل حاجة كما فندم يعني أقلها حاجة كم متر ما أنا عايزة أعرف برضو المسحة 600 600 متر آآ من خمسمية وخمسين والبناء والبناء على كم متر المبني على خمسين في المتر خمسين طيب الخمسين التانية دول بعملوا بيه يعني هل يبقى فيه حضايق ولا طرق ولا شغارع اللي دي يبقى فيه جنايل تمام وفيه ممكن تعمل في الجنينة الخلفية حمام سباحة تمام وانت بتستفاد بكل الأماكن طيب كان فيه مشكلة في الشهر العقاري كنا عايزين نتكلم عنها برضو وعدنا مش سادة المشاهدين نحن نتكلم عنها حضايق برضو ودخلتوا فيها وصلتوا فيها لبعض يعني الردود كنا عايزين نتعرف عليها هو طبعا كان كلمني اللي أستاذ عيمان عبدو صعب شركة مزايا تمام للعقارات تمام في الحال متميز بيقول اللي هو عند يوم الخميس بيخلص المفروض دلوقتي الشهر العقاري اللي في السادس خلاص التوكيلات الأديمة موجودة فيه وكل اللي بيعمل توكيلات جديدة بيعملها في النادي تمام طبعا الحجز المسبك بيعجز على التليفون أرغب في عمل توكيل ويعجز معاد ويروح في معاده وإحنا بالفعل بيصد تخش في معادك طيب اللي حصل اللي هو دلوقتي علشان عنده توكيل لازم يجيب ساري عليه من السادس من مكانه الأصلي تمام فرأي يجيب ساري من يوم الخميس الصفح الساعة عشرة تمام أول ما فاتح الشهر العقاري ودخل من الساعة تسعة ورتبوه ودخل اللي في السادس بدون حجز هو رايح يجيب صورة تبقى الأصل من التوكيل اللي هو ساري تمام من مكانه علشان يعمله في الشهر العقاري اللي في الجهاز تمام أول حاجة قدم اللي هو يمشي في الإجراءات تمام الموظفة اللي موجودة مشيت مشواره ورجعت طبعا ضعت ساعة معا البريقراطية الحقيقية العالة ازاي ما فيش بديل يعني خلي اللي فعلا فيه موظف عنده ظروف تعبان أي مشكلة هو أنا لازم بقى فيه بديل مكان عشان معطلش مصالح السادة الموظفة آه لا لا ده كتير ناس كتير كانت وعبا طيب تمام ده حاجة طيب بعد ما جت الكهرباء نفسها قطع ساعة ساعة كده اليوم ضع آه طيب ازاي شهر عقاري زي ده ما فيش مولد كهرباء تمام كل المعاملات الكمبيوتر اللي على الجهاز بتتلغي تمام دلوقتي انت ماشي في جراءات بتعملها في الشهر العقاري تمام فاصل الكهرباء ما تحفظت ما عملتش حفظ طيب يعني دي مشكلة يعني احنا دلوقتي هنلاقيها من موظف لا لا احنا السادة المسؤولين طبعا هتدخلوا الحلو المشكلة دي طبعا احنا بنوجه نداء ليهم طبعا يتدخلوا الحلو المشكلة دي يعني عشان برضو مصالح السادة الموطنين يعني مش كفاء البكرة الحكومية برضو برضو حاجة زي كده هم عكد بيدخلوا الحاجة زي كده ده ممكن يكون حاجة طرقا يعني مش مهندس يعني مش شرط ماشي وبرضو تاني السيستم واقع تمام ماشي السيستم عادي طبيعي بس يعني احنا حاليا يما بروح الجهاز احنا بتطلب يعني احنا بنطالب بمزيد من الحرص احنا بروح الجهاز ومزيد من الإنجاز ومزيد من التكنولوجيا في الأداء الحكومية احنا بروح الجهاز وده طبعا الدولة شغالة في ده طبعا بتحول تكون الأداء التكنولوجية في كل مصالح الحكومية يعني السادة ريس عفتاح السيسي ممكن يكون بس اللي موجودين في المكان نفس ومش مهتمين المفروض يكون فيه اهتمام يعني ما ينفعش كهربة تقطع تمام وفيه يعني احنا بروح الشهر العقاري اللي في الجهاز ناس محترمة جدا تمام بنحجز على التليفون وده بيحصل وحاصل تمام وبنخش في دورنا والمواعد تمشوا ونظاموا حاجة جميلة جدا مترتبة جدا تم احنا نعالج القديم في الجديد ده زي ده ده يبقى ليه ما ينفعش كهربة يعني في الجهاز ما فيش حاجة اسمها كهربة تقطع طبعا هو ده زرف طارق او ده عرض عموما وان شاء الله السادة مسئلين هيتدخلوا يحلوه طيب في حاجة تانية برضو في شهر العقاري تمام برضو اتكلمت فيها قبل كده تمام هو حضرتك دي وقت بيطلبونا شهر العقاري طلبنا بشهادة عقارية اللي الارض مش اسكان اجتماعي تمام تمام هي الارض ستمائة متر المفروض فيه داتا عند موظف قدامه على السيستم بتقول الارض دي اسكان اجتماعي ولا مش اسكان اجتماعي انا يا جماعة والله انا اتكلمت قبل كده في حالة انا احنا صورنا المشكلة دي قبل كده بس انا محتاج فعلا الموضوع يتحل انا دلوقتي معايا ارض العاملين بروح اعمل توكيلي الارض العاملين بالخارج بالدولار مايقول ليش هاتلش هادة تثبت ليه مش اسكان اجتماعي هو اسكان اجتماعي مش هتعملات بالدولار انا لو اسكان اجتماعي مش تعملات بالدولار ده دولار خارج على طول ما بيش تعمل داخل الدولار في مصر يعني حضرتك باعلامي هو ولا بتاع اقارات وهما شارع اقاري طب هما ليه بيتعبونا يقولك احنا محتاجين بس تغيير الثقافة داخل بركة الحكومية يعني تغيير الثقافة داخل الموظف الحكومي المفروض تغيير ثقافته التعامل مع المواطنين ده تغيير ثقافة هو طبعا معروف الاسكان الاجتماعي امتين ستة وسبعين مت وامتين وتسعة يعني انا بقولها برضو اقررها تاني علشان الموظف بعارف امتين وتسعة وامتين ستة وسبعين ومكتوب فيه في جواب معظر الاسلام اسكان اجتماعي كل محاضر الاسلام اللي احنا بنجيبها وروح نعمل توكيل مكتوب فيها اسكان مميز فبيقولك برضو هات ورقة تثبت من الجهاز اللي هي مش اسكان اجتماعي برضو الاكسر تميز منطقة الفيلات تمام يقولك هات برضو شهادة من الجهاز تثبت اللي هي مش اسكان اجتماعي ما مكتوب في معظر الاستلام احنا بنوجه نداء للسادة المسؤولين عن الشهر العقاري نموا ينتبهوا النقطة دي ونبهوا على الموظفين برضو بالتعامل باسلوب يعني تكنولوجي احدث يعني يكون عنده داتا مثلا انا مثلا ده اراد اسكان اجتماعي ده ارادة مش اسكان اجتماعي يعني عنده داتا على السيستم بده متعب المواطن معه هو عنده داتا هو عنده داتا هو اللي هو هيتعمل كده ليه يعني مش الجديد او القديم طب انا بكلم ناس من القديم بيقول لهم احنا عارفين طيب هنعمل ايه ايه لا هنعمل ايه مش فعلا بقول لهم احنا عارفين اللي هي مش اسكان اجتماعي طيب ما ينبهوا على الموظفين gleichzeitig teh يقولوا مثلا ده مش اسكان اجتماعي انت ده مش اسكان اجتماعي وتعامل مع المواطن حاضرتك يا سوز عصام دلوقتي انت رايح بتخلص شغل بتعمل توكيل ومعاك واحد جاي من أسوان واحد جاي من إسكندرية واحد جاي من صهاج واحد جاي من الميمي ودي فعلا حصلت الأسبوع اللي فات تمام وما تمتش معرفناش نتوصل اللي احنا نروح الجهاز عشان نقدم على الشهادة دي عشان نجيبها لازم يجي صحب الأرض نفسها يقدم عليها وبعد ثلاثة أربعة أيام يخدها دا لو هم أساسا مشي تلوقع أنجزوا يعني في الوقت والإجراءات أنجزوا وقال لك تتعمل وكل ده علشان إيه؟ علشان أقول لك اللي هي اسكن مميز تمام مكتوب في الرخصة مكتوب في معظر الاستلام هو بس مش يعني دي بصراحة المشكلة الكبرى احنا بنوجه نداء لسادة المسؤولين في الشهر العقاري إنهم انتبهوا للنقطة دي ونبهوا على الموظفين إن فيه سيستم بيقول إن الأراضي بيت الوطن لها وضعه وأراضي الإسكان الاجتماع لها وضعه وأراضي مميزة برضو للناس اللي جاء المستثمين من الخارج لأن دول بيدخلوا عائد للدولة طبعا أكيد ده مصادر الدخل القومي للعملة الصعبة اللي جاءهم بره أكيد طبعا فتعطلها برضو هيعطل إن العملة الصعبة تتدفق للدولة إحنا كل إحنا شغلتنا اللي إحنا نشط الاستثمار يعني أنا بطلع على التلفزيون وبعمل إعلانات وبعمل كل ده عشان أوصل للناس الأماكن اللي هو المفروض مثلا يشتروا ويبيعوا فيها دور حضرتك تنويري أوصل لكل ده دور حضرتك تنويري المفروض بقى الأجهزة الحكومية تتعامل مع الدوري التنويري ده مش تصطدم بيه أنا بجيب المستثمرين وبنشط سوق العقارات ونيجي الروح فيه إجراءات بتخلي المستثمرين ما يفكرش وخش أساسا في الموضوع أنت حضرتك دلوقتي بتعمل توقيت تمام تمام ومكتوب مميز أجيب لك شهادة ليه من الجهاز تمام تم ما هو لو مكتوب إسكاني اجتماعي حضرتك مش أتوافق أساسا تمام حتى طب أجيب شهادة من الإسكاني الاجتماعي من الجهاز عشان أعمل توقيت تمام تمام باش مهندس عيد إحنا عايزين نشتوف من الحضارات إحنا قرأتنا قرأ بيخلص فكنا عايزين أولا أنا من خلال الشاشة النهاردة بوجه العزاء للمهندس محمد الأسيوتي رئيس مجلس إدارة شركة بناء مصر اللي كان مفروض يقوم معنا على الحلقات دي وهو يعني اعتذر للظروف خارج عن ألطته لحياة وفاة لبنت شاكقته وإن شاء الله نتمنى أهلها الصبر والسلام يكون معنا في الحلقات القادمة كما برضو فيه تهناء بنقدمها برضو لأهلنا في الده أهلية وتحديد مدينة المنصورة مركز مدينة النصر للدكتورة ياسمين عماد والمهندس محمد الحساني بمناسبة الخطوبة السعيدة أمس بشمهندس سعيد كنا عايزين نعرف يعني في عجالة كده إيه أهم الموضوعات اللي هتمنى تنويلها الحلقة القادمة طبعا إحنا إن شاء الله النهاردة كنت مجهول في شغل برضو في الجهاز في الشارع العقاري فكان المفروض فيه فيديوهات للأراضي اللي هي بتسلم بتاع بيت الوطن على الواقع إن شاء الله حضرتك تجيباننا المرة الجهة إن شاء الله إن شاء الله متشكرين جدا بشمهندس عيد شكرا جدا لفن أعزائي المشاهدين انتهت حلياتنا ببرنامج طحيا مص ونعودكم إن شاء الله مزيد من التقدم في الحلقات القادمة وتحياتي لكم طحيا مص طحيا مص طحيا مص ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر